السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله معي فيديو جديد عن فتح الطيران والخطوط الجوية بين مصر والسعودة في ظل الظروف الحالية والأزمة الحالية في العالم كله التي قد كان سببها فيروس كورونا الجديد مما أدى إلى إغلاق الطيران بين معظم الدول المختلفة ومنها دولتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يتم الآن قضاء العاملين المصريين بالخارج إجازة صيفية حيث أوشكت على الانتهاء ويريد المصريين المقيمين والعاملين بالخارج الرجوع إلى العمل والإقامة مجددا وأكدت مصادر من وزارة الطيران المدني أن من الممكن دولة السعودية أن تسمح لبعض الفئات للسفر من مصر إلى السعودية مباشرة ولكن ذلك بعد أن تتأكد الدولة من أن هذه الفئات قد حصلوا على جرعات اللقاح في السعودية عند تواجد هذا اللقاح ولذلك فإن من المكرر عودة هذه الفئات وانضمامهم إلى الفئات الأخرى المستثنى من تعليق السفر ومن هذه الفئات المواطنين السعوديين والدبلوماسيين وأيضا العاملين في قطاع الصحة بالسعودية والسماح لأسرهم أيضا بالتواجد معهم بالسعودية ولكن بعد أن تتم بعض الإجراءات اللازمة وعزلهم في الحجر الصحي في السعودية لمدة 15 يوما وبعد التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا والفئات المستثنى من قرار تعليق السفر العاملين في وزارة التربية والتعليم السعودية المدرسين العاملين بالجامعات في المملكة العربية السعودية المهندسين الدبلوماسيين والأطباء وجميع العاملين في وزارة الصحة كده الفيديو معي خلص لا تنسوش تعملوا شير ولايك والشراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته